بسم الله الرحمن الرحيم الواصل الحديث عن صفة الصلاة ذكرنا سابقا أن الصلاة إذا كانت ثنائية كصلاة الفجر فإنه يجلس للتشهد ويقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله جل الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيد بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحية والممات ثم يأتي التسليم والتسليم ركن من أركان الصلاة فيسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ودليل ذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين في حضره وفي سفره وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم ويصلي فهذا يدل على أنه لابد من التسليمتين أما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر أو العصر فإنه ينهض بعد التشهد الأول ويعتبر التشهد الأول بالنسبة له هو واجب فينهض مكبرا بعد التشهد الأول ويصلي ما بقي في الثلاثية يأتي بالثالثة وفي الرباعية يأتي بالثالثة والرابعة ويقتصر في ما بقي له على الفاتحة فقط ودليل ذلك أنه يقتصر على الفاتحة حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط ولا يزيد على ذلك ثم يجلس للتشهد الأخير الجلوس للتشهد الأخير ركن والصلاة وقراءة التشهد الأخير ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وكيفية الجلوس أنه يجلس متوركا والتورك له صور منها أنه يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة وهذه إحدى صفات التورك في التشهد الأخير وفي صفة ثانية أنه يفرش القدمين جميعا ويخرجهم من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته على الأرض وكل هذه وردت على النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل هذه وفعل هذه فقد اتبع السنة مكرهات الصلاة أو المكرهات في الصلاة يقرأ للمصلي أمور سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا من هذه المكرهات الالتفات في الصلاة فإنه يقرأ للمصلي أن يلتفت يمينا أو شمالا ويدل على أن هذا من المكرهات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أيضا من المكرهات رفع البصر إلى السماء وذكرنا أن الإنسان حينما يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يضع بصره محل سجوده فلا يرفع بصر إلى السماء ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا ينظر إلى الأشياء التي قد تلهيه وتشغل عن الصلاة الدليل على أن رفع البصر إلى السماء مكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتختفن أبصارهم من المكرهات أيضا تغميض العين يغمض عينيه فهذا منهي عنه لأنه فعل اليهود في صلاتهم وغيرهم من أهل الملل والتشبه بالكفار نحن منهيون عنه ولا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا في غير العبادات لأن من تشبه بقوم فهو منهم أيضا من المكرهات الإقعاء في الجلوس فيكره للمصلي أن يقعي في جلوسه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب ولأن الإقعاء في الجلوس لا يجعل الإنسان مستقرا في جلسته وبالتالي يؤدي به إلى أنه لا يحسن الصلاة ويؤدي به إلى أنه يتعب في جلسته ومن صور الإقعاء أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه وكذلك من الصور أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه وهذا من الإقعاء المكروه أيضا من الصور وهي أقرب إلى إقعاء الكلب أنه ينصب فخديه وسقيه ويجلس على إليته ويعتمد بيديه على الأرض أيضا أنه ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما يعني ينصب قدميه ويرفعهما ويجعل إليته على الأرض بين قدميه فهذا أيضا من الإقعاء المكروه كذلك من المكروهات في الصلاة افتراش الساجد ذراعيه في حال السجود وهذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب فهذا من الأمور المكروهة أيضا من الأمور المكروهة العبث بالأشياء كالعبث بالغترة أو العبث باللحية أو العبث بشيء يتشاغل به ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهدي له خميصة قال أعيد أو اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي يعني هذه من الأمور التي تلهي عن الصلاة لأن العبث بالأشياء يشغل الإنسان ويشغل قلب وإذا انشغل القلب بغير الصلاة أدى ذلك إلى عدم الخشوع ولب الصلاة هو الخشوع لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أيضا من المكرهات في الصلاة التخصر والتخصر وضع اليد على الخاصرة والخاصرة هي المستدق من البطن فإنه يكره للإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره للإنسان أن يتخصر في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا كذلك من المنهيات فرقعت الأصابع وتشبيكها هذا من الأمور المنهي عنه لأنها تحدث صوت فذلك يؤذي الناس وهو أيضا من العبث المنهي عنه هذا والله أعلم